السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا سنة اولى اخباركم ايه يا رب اكونوا بخير معاكم زمالكم هوجر اشرف من تيم البايو هشرح لكم النهاردة اول محاضرة في شابتر البروتين كيميسري بعنوان الامينو اصد هنبدأ شابتر جديد مع بعض ان شاء الله يبقى شابتر سهل وبسيط وما تواجهش فيه اي صعوبة انا عارف دلوقتي انكم تايهين والدنيا صعبة وكل حاجة جاي عليكم بس عايز اقولكم ان احنا كنا زيكم في يوم من الايام بس مع الوقت ومع الكلية وحواراتها وكده بتحسوا انكم بدأتوا تاخدوا على المكان الدنيا بتبقى اسهل وابسط وبتحبوا المواد بتحبوا المذاكرة فالدنيا بتتغير كتير يعني مع الوقت فما تقلقوش وان شاء الله كل اللي جاي هيباخر عليكم باذن الله قبل ما نبدأ دلوقتي هندل زمالينا الى توفاهم الله ربنا يرحمهم ويغفر لهم واذكرهم فسيح جنات ويصبر اهلهم يا رب ويلحقنا بهم على خير هنقول مع بعض دلوقتي دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فيهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل الاسلتان عاملتهم بذكرك وكلوبنا بخشياتك انك على كل شيء قدير وحظ بنا الله ونعم الوكيب قبل ما نبدأ دلوقتي عن الامينو اسد هكلمكو عن البروتين شوية انتوا عافين طبعا ان اي مادة احنا منها كلها عبارة عن ثلاث حاجات ممكن تكون بروتين او ممكن تكون دهون او ممكن تكون كاربوهيدرين البروتين ده مادة ما اقدرش استغنى عنها ولا اقلل منها انا مش بقولكو كده لانا بتحيز عنه بالنسبة لبيت المواد دي لا حرفيا البروتين ده يعني يعتبر جسمنا كله متكون من بروتين عضلات جسمنا بروتين العضم بروتين كل الانزامات كل الهرمونات الخلايا نفسها بيدخل البروتين في تصنيعها شعرينها اي حاجة اي حاجة حرفيا ما نقدرش نستغنى على البروتين نهائي يعني حتى كمان الناس اللي هما بياملوا رجيم او بيروحوا مثلا لدكتور تغذية تلاقيك تبلوهم اا وكلوا مثلا اربع معالق روز مش عارفة كم معالق السلطة بس تعالوا بقى من ناحية اللحوم وكده تلاقيك تبلوهم ربع فرخة الله بقى بيبوا فرحاننا هيكلب كمية كبيرة تب ايه المغزة من ده المغزة من ده ان البروتين ده يعتبر اصلا اساس الوجبة بتاعتنا اللي هو ما اقدرش اقلله ما اقدرش لنا امنعه يعني نظر الاهميته له اهمية كبيرة جدا وانعرف ان شاء الله اهميته في الفيديو التاني ان شاء الله هنبدأ بعد الوقتي هكلمك شوية عن الامين واسد قبل ما اكلمكوا عن الامين واسد ايه السورة ديات وايه علاقتها بموضوعنا ده عامل واقف يبنا هو في سواحية ربنا ربنا معايا بيعمل ايه بيجيب طوبة يمسكها مع طوبة تانية باسمنت لحد ما بيكون مسلا حيطها جميلة او بيكونوا لقوضة الحاجة اللي احنا عاوزنا ايه علاقت ده برد موضوعنا مش فاهمة هقول لكم البروتين ده ده عبر عن الحيطة بتاعتنا او البناء الكبير تب البناء الكبير ده بتكون من ايه بيتكون من حاجة اسمها امانو امانو اسد امانو اسد دي معناها احماض امانية احنا منجب حمضة اميني اللي هو الطوبة بتاعتنا نمسكه مع حمضة اميني تاني اللي هي كمان طوبة برضو بيمسكه مع بعض د throws kobs Jr. اللي هو شبه الاسمنت بتاعنا وهكذا نفتح نجب بقى كمان حمضة امين وكمان حمضة اميني لحد ما بنكون سلسلة كبيرة او شكل كبير ده اسمه البروتين معينا اللي احنا هنتكلم عنه طب انا دلوقتي عايز اتعامك شوية في الامينة قصد اللي الوحدة البنائية بتاع البروتين دي عايز اعرف عنها كذا معلومة عايز اعرف عنها ايه عايز اعرف عنه مقدمة هاخد يعني ايه اصلا امينة قصد ايه اهميته او ايه فايدته شكله عامل ازاي تركيبه كل ده هنعرفه ان شاء الله تاني حاجة عايز اعرفه عنه الفانكشن اللي ايه وظيفته واهميته تاني حاجة الكلازفيكيشن اللي هو هصنفه طب هصنفه على اساس ايه هصنفه على اساس ثلاث حاجات معنا اول حاجة متابوليك يعني ايه متابوليك معناها لما بيت قصر هيديني ايه المركبات اللي بتنتج عن الامينة قصد ده لما نقصره تاني حاجة النيتريشن معناها التغذية ايه وظيفته وايه كمته الغذائية يعني من ناحية اسنشيال ولا سيمي اسنشيال اسنشيال معناها ضروري معناها انه مهم في الغذاء ولا نص ونص ممكن اخده ممكن لا ولا مش ضروري اصلا كل ده برضو هنعرفه ان شاء الله تالت حاجة معناها التفاعلات الكيميائية يعني بيدخل التفاعل الكيميائي بيتفاعل كحمد ولا كقعدة ولا كمتعادل هنعرف برضو كل ده بعدين ما تستعجلوش ان شاء الله يلا نبدأ دلوقتي هالكلم دلوقتي فأول معنا وهي الانترو دكشن تمام عايزين نعرف كده كده معلوم عنه اول معلومة بتقول لنا ان الامينو اصد ازآن اورجانيك اصد عند كربوكسير الجروب انتوا فاهمين حاجة? لا مش فاهمين قبل ما اشرح لكي انا عشان تفهموها ثانية واحد لازم الاول تبع تعرفين معي تركيب الامينو اصد الامينو اصد ده عبارة عن ايه؟ الامينو اصد دي احنا لسه ياندين وراء ان product participations يعني ايه? اورجانيك معناها حاجة بتحتوي على زرة كاربون اورجانيك معناها فيها عنصر الكاربون طيب انتو عارفين ان انصر الكربون ده تكافؤ ايه تكافؤ رباعي يعني لازم ان يمسك فيه اربع حاجات عشان يكون مستقر ومتشبع وكل حاجة طيب احنا همسك فيه ايه هو ماسك فيه مجموعة كربوكسيل اللي هي COOH ماسك فيها مجموعة امينو اللي هي NH2 ماسك فيها زرة هيدروجين وماسك فيها R اللي هي عبارة عن سايد تشين اللي هي مجموعة جانبين يعني تركيب الامينو قصد معنا كتركيب كيميائي عبارة عن ايه عبارة عن زر الكربون ماسك فيها اربع حاجات ماسك فيها مجموعة كربوكسيل وماسك فيها مجموعة الامينو وماسك فيها زرة هيدروجين وماسك فيها R اللي هي عبارة عن سايد تشين طيب اهم حاجة فيهم كلهم ايه اهم حاجة نعرف انها ماسك فيها مجموعة كربوكسيل ومجموعة امينو وهنعرف برضو الاهمية مع بعض دلوقتي بقى لو جينا قلنا ان الامينو أسد is an organic acid معناها بيحتوى على عنصر الكربون continue one or more amino group اللي هي عبارة عن NH2 and carboxyl group اللي هي COH كده فيها اي صعوبة لا ماحنا يسا شايفينها ورا كده تمام تاني حاجة معنا بيقول لنا ان carboxyl group اللي هي COH and amino group NH2 alpha carbon اللي هي زرة الكربون طيب انت كنت يسأل لنا ورا كربون ما قلتش alpha ولا beta ولا جامع هو فيه اختلاف ما بينهم او في طيب الاختلاف ده بقى على اساس ايه هقول لكم ان فيه حاجة اسمها alpha amino acid وحاجة اسمها beta amino acid طيب ايه الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم عارفين احنا مجموعة الكربوكسيل ديت زرة الكربون اللي بتبقى مسكة معاها بنبدأ نرقامها يعني ممكن تبقى مسك معاها زرة الكربون واحدة زرة الكربون دي ممكن يكون مسك معاها كمان واحدة وهكذا طيب بنسميها ازاي دي مجموعة الكربوكسيل زرة الكربون اللي مسكة فيها بنسميها alpha ولو في كمان زر الكربون زاي اللي هو المثال ده هتلاقي فيها بيتا يعني المسكف مجموعة الكربوسي levels levels suspense levels واللي بعدها بتبقى بيتا طب احنا دلوقتي ليه ان今年 in alpha بعد اكون هنا الامينوجروب الحم록بر sampai نفسه cultivate and suppose between beta عندنا الامينو ASCID الن effort ده فكده سميناه الفا امينو اسيد. طب هنا مجموعة الامينو ليه يعني شتوه مسكة هنا في انهزار الكاربون مسكة بيتا. عشان كده سميناها بيتا امينو اسيد. بصوا الموضوع ده مش عليكم بس انا ايا انا حبيت اوضح لكم عشان بس ما تبقوش تبقوا فاهمين كل حاجة. نرجع ثاني نقول الكاربوكسيل الجروب اند الامينو جروب اربوس اتكتو الفا كاربون. دي بردو ما بقاش فيها اي طبقة من نسبة. رابع حاجة بتقولينا ان الامينو اسيد الموجودة في البروتين وعندنا في امينو اسيد موجودة في البروتين. المش موجودة دي هنعرفها بعدين ما الكوش دعو بيها. بس احنا دلوقتي بنتكلم في الامينو اسيد اللي هي موجودة في البروتين. تب يعني ايه وارقف الكلف معناها ان الامينو جروب مش اريد ا سأليك ان الميز الامينو قسيد هي المجموعة الامینو تمام هي موجودة توزه اللت donnerية لنحية الشمال من زره الكربون اهو معانا فالمسال ده المجموعة الامينول ايه يي مكو prime دي مسكة من ناحية اللي مكوا grande من زره الكربون ده زره الكربون بتاعاتنا دي layering تمام هنا مجموعة الامينو مسكة ناحية مثل ناحية الليفت. عشان كده سمينا ان الامينو اسد ده الامينو اسد. يعني مجموعة الامينو مسكة ناحية الشمال من زارة الكربون. طب هو في رايت او في رايت. شايفين المسال اللي جنبه هنا زارة الكربون ماسك منها من اليمين. اني ايش يقول لي يا مجموعة الامينو. دي دي الرايت. وده الليفت. تمام? هي ماسكة بقى من آآ من اليمين. فعشان كثمينات دي اامينو اسد. يعني دلوقتي نجي نقول تاني. مجموعة الامينو لما بتمسك من الشميل من زارة الكربون هنا بنسميها الامينو اسد طيب لو مسكت نحية اليمين بنسميه دي اماينو اسد وبكده نبقى خلصنا تالت حاجة اربع حاجة معنا في الصلايب دي ثانية واحدة تمام كده نقل تاني كده بسرعة كاينترو داكشن عن الامينو اسد قلنا فيها ايه قلنا الامينو اسد دي عبارة عمركبات عضوية بتحتوي على عنصر الكربون بتحتوي على وان اور مور اماينو جروب تحتوي على مجموعة الامينو اللي هي NH2 وتحتوي على مجموعة الكاربوكسيلك اللي هي COOH دي اول معلومة خدناها تاني معلومة قلناها ان الكاربوكسيلك جروب اللي هي COOH والامينو جروب اللي هي NH2 التاجدو 2 ذا ألفا كاربون يعني زارة الكاربون هي ماسك اللي هي ألفا اللي هي ماسك فيها مجموعة الكاربوكسيل ماسك فيها كمان جروب اللي هو NH2 دي تاني حاجة خدناها تانية حاجة قلنا ان الامينو اسدي عبارة عن اليونت اوف زا بروتين والحتة دي مهمة جدا نركزوا عليها يعني لو جالنا سؤال وقال لنا واتزا يونت اوف بروتين معناها ما هي الوحدات البنائية للبروتين هنقول انها عمرها عن الامينو اسد رابع حاجة خدناها ان نقولنا ان الامينو اسد بتاعتنا لها موجودة او بتدخل في تصنيع البروتين كلها عبارة عن معناها مجموعة الامينو مسكة ناحية الشمال من زرة الكربون وبكده نبقى خلصنا معنا اول بوينت تعرفنا عرفنا انها الوحدات بتاع البروتين وعرفنا شكلها عامل ازاي وعرفنا ان في حاجة اسمها الا امينو اسد وحاجة اسمها دي امينو اسد وكده اول بوينت خلصناها نروح بقى البوينت بعدها وهي اهميتها ودلوقتي هنتكلم في تاني بوينت معنا وهي اهميت اهميت دي ولا هي بتدخل في ايه ولا ايه لازمتها هنعرف كل ده ان شاء الله اول فانكشن معنا بتقول دي سهلة كده بالنسبة لنا معناها انها بتدخل في تصنيع البروتين معناها وظيفة معناها تركيب معناها ان الامانة اسد ديت يعني مسئولة عن وظيفة البروتين ومسئولة عن تركيب البروتينيات تمام دي كده اول بنت معناه أول شيء تعالى ان الامانو اسد ان زير دريفيتف زير دريفيتف زي معناها مشتقات يعني الحاجات اللي هي مشتقة منها بلأ رول ان انترواصير وفانكشون معناها بيلعب دور في وظائف داخل الخلية معناها ان الامانو اسد ومشتقاتها لها دور مهم في وظائف داخل الخلية زي ايه زي النرف امبلاس ترانزيميشن وركزوا قوي على حية دي لانه الدكتور ركزت عليها عند رجوليشن افس الجرس يعني ايه الكلام ده يعني انتو عارفين ان النرف بتاعنا اول عصب بينتقل زي في مابين الخلية والتاني بين تالي عن طريق حاجة البروتين ده بقى يعني بيبقى موجود كريسيبتور كمستقبلات بيبقى موجودة ما بين الخالية والتانية يعني بيزبط المرور بتاع النيرف او العصب ما بين الخالية وتانية عشان يحصل لها انكباض ويحصل لها انبساط وكل الحوارات دي هتعرفوها بس يعرفوا بس دلوقتي ان الامينو اسد بتلخف تصنيع البروتينات اللي هي مهمة في انتقال النيرف او العصب من خالية للتانية تاني حاجة سيل جروس معناها بيتحكم في نمو الخلية سيل جروس معناها نمو الخلية طبعا انتوا عارفين اي حاجة بتمو وعايزها لبروتين اي طفل صغير عايز يكبر او عايز مثلا عضمه يطول بيحتاج اي بيحتاج بروتين تلاقي دائما الدكتور يقول لهم كل كلسام كتير اشرب لبن كل جبنة كل حاجات دي ده علشان مهم في نمو الطفل نفس الحوار هنا برضو عندنا في الخلية اي خلية برضو عشان تكبر وتمو محتاجا لها برضو بروتين يعني نقول تاني حاجة ان الامينو اسد انزير درافيتف مشتقطة لا اهمية داخل الخلية الاهمية ديت عن طريق اهميتها اول حاجة لو انتقال النيرف العصب من خلية للتانية تاني حاجة رجوليشن افصير جروس معناها بينظم نمو الخلية تالت وظيفة معنا بيقول لنا بايو سنسز اوب بيورين اند بريميدين ويوريا اند بورفرين الكلام ده بصوا انتوا عليكم تحفظوهم بس كده كأسماء بس انا حاولي انا فاهمهاكو جدا البيورين والايورين ده حاجة مهمة فتصنيع الـ DNA بعد كاليوريا عندنا د inici البروتين مفروض لما يجي يكسر في جسمنا بيتحول لحاجة توكسك喔 حاجة سمى. اه حاجة سمى اسمها الامونيا. الامونيا دي بتدخل حاجة اسمها يوريا سايكل عشان تتحول لنا ليوريا ويقوم الجسم يتخلص منها وكده تخلصنا من مواد السمى اللي في جسمنا دي. تمام يعني عند الوقتي بيقول لنا ان الامينو اسد بتدخل في تصنيع يعني او مهمة بايو سينسي اوف يوريا اللي هو بتتصنع اليوريا اللي بتتخلص من سموم الموجودة في جسمنا. عندي بورفورين. ايه البورفورين ده? انتو عارفين طبعا ان كرات الدم الحمراء او الاربيسيز بتبقى ماشية زي في جسمنا بتحمل الاكسوجين عشان توديها من خلية للتانية. فالبروتين المسؤول عن حمل الاكسوجين في الاربيسيز ده هو عبارة عن البرفورين. فتالت فانكشا معينا بيقول لنا بايو سينس اوف يورين وبريميدين ويوريا اند بورفورين. رابع فانكشا معينا الاندي دي امانا اسد او برزين تقيم بوليبيبطايد انتيبيوتك سيكريت بايو مايكرو ارجانيز. ايه بوليبيبطايد انتيبيوتك دي بصوا انتيبيوتك دي معناها مضادة حيوية. يعني الالو دي امانا اسد بتدخل في تصنيع او موجودة في المضادات الحيوية. طب المضادات الحيوية دي من اللي بيصنعها اللي هي المايكرو ارجانيزم اللي هي الكائنات الدقيقة. انتم عارفين طبعا ان المضادات الحيوية دي احنا بناخدها من ايه? احنا بناخدها من اه كائنات احنا يعني مسلا بيبزرعينها في المعامل. اه بياخدقوا بها اللي بتصنع الانتباتل ده او مدادات الحيوية فهوما يبدأوا ياخدوها يجربوها مسلا على الاول الحيوانات بعدين يجربوها يدخلو على الانسان. طبعا هما بيصنعك لهم طرقهم يعني مناش فيها. بس مهم نعرف ان الاماينو اسد ديت اللي هي الاحماض الامينية. بتبقى موجودة في المدادات الحيوية اللي هي بتنتج عن طريق المايكرو ارجانيزم ليا الكائنات الدقيقة. وكده خلصنا رابع فانكشو معين. كده خلصنا وظائف الاماينو اسد. نقولهم تاني كده مع بعض. وظيفة الاماينو اسد ايه? اول حاجة انها معناها هي يعني عبارة عن الجزء الوظيفي وجزء التركيبي بتاع البروتين. يعني من غيرها اصلا ما نعرفش اصلا نكون بروتين. تاني حاجة زي معناها مهمة في انتقال النيرفة والعصب من خلية للتانية. تاني حاجة انه بينظم نمو الخلية. تالت وظيفة معنا بيسونز اوب بيورين وبريميدين ويوريا اندي بيرفورين. قلنا بيورين وبريميدين. ده مهم في تصنيع دي ايه وهتاخدوها برضو بعدين. يوريا دي المادة اللي هي بتخلصنا من المادة التوكسك في جسمنا اللي هي عبارة عن الاماينو. والبرفورين اللي هو البروتين اللي موجود في قرية ضمن الحمراء. المسؤول عن نقل الاكسوجين من خلية للتانية. رابع فانكشو معنا. ايه الاندي دي امانا اسد. دي موجودين في موجودين في الانتي باوتك اللي هي مضادات الحيوية اللي هي بتنتج من الماكرو اوجانزم الكائنات الدقيقة. وكده نبقى خلصنا الفانكشن خلاصة كالتاني بوينت معنا في محضرتنا. تالت بوينت بقى نتكلم عليها. كده خلصنا اول بوينتين معنا في محضرتنا وهي خدنا مقدمة عن الاماينو اسد. عرفنا ايه هي الاماينو اسد. نقل الوحدات البنائية بتاع البروتين. عرفنا بتتكاوم من ايه? تكاوم من زر الكربون ماسك فيها مجموعة كربوكسيلك ومجموعة اماينو. وزارة هيدروجين وار اللي هي عبارة عن سايتشين مجموعة جانبية. وان اهم حاجة بتميزها لها مجموعة الكربوكسيلك ومجموعة الاماينو. ومجموعة الاماينو لها اهمية اكبر من مجموعة الكربوكسيلك. وعرفنا برضو ان الاماينو اسد اللي هي موجودة في البروتينات من النوع الكونفيجوريشن معناها ان مجموعة الامينو مسكة في زردة الكربون من ناحية الشمال اما لو مسكة من ناحية اللي بين دا اسمها دي بس احنا يعني اللي احنا عايزين نعرفه ان اللي بيدخل في تصنيع البروتين من ناحية الشمال اللي هي ايه خلنا مع ده الفنكشن وقلنا في اربع وظائف للامينو اسيد اول حاجة انها طبعا بتصنيع البروتين دي بنا نقدرش نستخدم عنها تاني حاجة قلنا لها وظيفة انتراسيرر داخل الخلية انها عبارة عن نيرف ام بلاس ترانزيميشن بتساعد في انتقال النيرف من خلية للتانية تاني حاجة برضو قلناها الرجوليشن افسير جروس معناها انه بينظم نمو الخلية تالي فنكشن معانا قلناها سينسيز اوب بيورين وبريميدين ويوريا وبورفورين رابع فنكشن معانا قلنا ان الال والدي امينو اسيد بريزينت ان انتي بايوتيك اللي هي بتتصنيع عن طريق الكائنات الدقيقة وكده خلصنا تاني بوي تالت بوينت ما معانا ودي اكبر بوينت في محاضرتنا ان شاء الله يعني تبقى سهلة بالنسبان طيب احنا صنفنا على اساس ايه صنفنا على اساس ثلاث حاجات صنفنا على اساس الميتابوليك اللي هو لما بيكسر في جسمنا هيدينا ايه الكيميكال اللي هو انتفعلات كيميائية والنيترون اللي هو التغذية وهناخد كل حدا فيه من دلوقتي بالتفصيل بس قبل ما نبدأ عايز اقولكم معلومتين كده اا اول حاجة دلوقتي اللي بيدخل في جسم الانسان عشرين حمضة اميني فقط يعني عدد الاحماض الامانية اللي هي بتتشارك مع بعض عشان تكونناها بروتين في جسمنا اللي هو كانسان يعني عشرين حمضة اميني طيب اللي موجودون في الطبيعة كام موجودين تلتمية تمتخيلين يعني في تلتمية حمضة اميني موجودين كافي الطبيعة عشرين منهم بس هم اللي بيوجو هم يعني اللي موجودين داخل جسمنا وهناع في دلوقتي في حاجات موجودة امانا قصيد بتدخل موجودة في البروتين وامانا قصيد مش موجودة في البروتين وده برضو ان شاء الله هنعره وناخد اول تقسيمة معنا على حسب alchemical classification اللي هو على حسب التفاعلات الكيميائية على حسب التفاعلات الكيميائية بنقسم الامانا قصيد لثلاث حاجات مهمين الافاتك واروماتك وهيتيروسايكليك تمامين دي هتيروسايكليك طيب يعني اه الافاتك ويعني اه اروماتك ويعني هتيروسايكليك هنعرف كل ده دلوقت أليفاتك دي عملة شبيه السلسلة أمانو أسيد لا نتقال لدينا مربع مع الأجسام لا أن نعبد بشكل كهربائي أو سوداسي هي مثال سلسلة طويلة متسكين من بعضهم لان الأليفاتك دي أنه رنج ما فيهش حلقة رنج معناها حلقة لا أنه ايضا سلسلة السلسلة كده مسكين في بعضه. آآ تاني حاجة بدونها ازيز امانو اسيد يعني احنا ممكن نقسم برضو الالفاتك ديت ممكن نقسمه الى او في هيدروكسي امانو اسيد او سالفر امانو اسيد او امانو اسيد وز امايد جروب يعني ايه بقى الكلام ده بصوا معناها ان البرنش دي معناها متفرعة معناها ان الامانو اسيد ديت يعني عامل شبه شبه الشجرة مثلا امانو اسيد كده في كده يعني هنا مسلا زارت الكربون هي مسك فيها كده مسك فاهمين لو عاملها شبه التفرعات وكل واحدة بيخرج منها حاجة بس طبعا ده كله مش مكون لها شكل حلقة لان الحلقة دي هناخدها بعدي زي ايه بقى امسلة معنا زي الفالين والليوسين والايزولويوسين دولة اسماء دولة اسماء دولة اسماء الامانو اسيد اللي هما عندنا بصوا يا الاسماء هتبقى صعبة بس ان شاء الله حاول يعني يعمل لكم تسكمات بماسك لكم الدنيا ببعدها تاني نقول تاني مالbilir يجب التوثيين امانو اسيد زي ايه زي الفالين والليوسينото بصوا يعتبر اصلا كلهم فيهم حرف الال ليوسين وايزولويزين دولة تسهلين ما فيهم حاجة لان نفس الكلمة. اما الفالين برضو في حرف الال شبه هم يعني الليوسين والفالين والايزولويوسين. كده ركزنا على الاول واحدة فيهم. تاني حاجة هيدروكسي امانو جروب يعني ايه هيدروكسي? هيدروكسي معناها انها فيها مجموعةame مجموعة ال هيدروكسيد.kunما يعانى ايه ايه? زي السيرين وزي السيريونين. هيدروكسي فها اكس يعني شايفين سين كده. يبقى فها سيرين وسيريونين. يعني البرنشيد فعي الال. اللي هي الفالين والليوزين والائزوليوزين. بصوا برنشيد مشهورة بالال. اما الهايدروكسي مسئولة يعني او حرف السين. لي هي السيرين وسيريونين. طب الصلفر بقى كونتينج امينو eu suced يعني ايه الصلفر معانية بتحتوي على مجموعة السلفر اللي هي الاس يعني من ضمن تركيبها الكميائي بيدخل فيها مجموعة السلفر دي هي الاس زي ايه زي السستين والميسيونين زي السستين والميسيونين ان شاء الله يعني مع التقرار هتلاقيكم حفظتون بازن الله رابع حاجة الامينو أسد وزء اميت جروب ايه الاميت جروب او يعني ايه اميت جروب اميت جروب ديت اللي هي رمزها انه two co هي مجموعة كده حفظوها زي ما هي يعني مجموعة الام imped انه two co كما تكون الأسبرجين والجلوتامين نقول الثاني مع بعضنا أولا ما نقوم بإمكاننا بإمكاننا تفرعات مثل الحرف الـ الفالين والليوزين والايزوليوزين ثانية حاجة قلنا هيدروكسي أمينو أسيد يعني هيدروكسي معناها فيها مجموعة الـ OH ومجموعة الهيدروكسيد قلنا بحرف السين مثل السيرين والسيريونيم ثالث حاجة معنا هو السالفر كونتينج أمينو أسيد معناها فيها مجموعة السالفر اللي هي الـ S زي السيستين والميسيونين قلوه وراويه بعدك الرابع حاجة الأمينو أسيد والأميت جروب أميت جروب دي لي عبارة عن NH2CO زي الأسبرجين والجلوتامين وكده نبخلصنا الأليفاتك أمينو أسيد اللي هي ما كنتش فيها حلقات عبارة عن سلسلة مسكة في بعضها هندخل بعد الوقتي بعدها في أروماتيك وهي تيروسايكلي أروماتيك أمينو أسيد يعني ايه أروماتيك فاكرين اما كنتو خدتو في الكامية عدويها في ثلثة السنوية خدتو حاجة اسمها أروماتية وحاجة اسمها لواء ألفاتية انتو خدتو الحاجات دي انا فاكرة طيب أروماتيك ديت اللي بيميزها بيميزها انها فيها بنزين رينج معناها حلقة بنزين حلقة بنزين دي بيدبة سوداسية زي ما انتو شايفين الشكل معنا هو سوداسي طيب زي ايه أنا جمعتها لكم في كلمة هاتيروفين هاتيروفين ده جبنا منها التيروزين والتريبتوفين هاتيرو تيروزين والتريبتوفين طيب فين ديت نقول عليها ايه فين ديت اللي هي فنايل ألانيم نقول تاني قلنا الاروماتيك اللي هي بتحتوي على البنزين رينج معناها حلقة البنزين حلقة البنزين دي بتبقى سوداسية ده اللي بيميز الاروماتيك رينج وعلى فكرة في الامتحانات بيحبوا يجيبوا الحاجات مميزة يعني مثلا يقول لك الاروماتيك بتحتوي على ايه ويجيبلك مثلا في الاختراك كذا حيجة تقولوا البنزين رينج اللي هي الحلقة السوداسية اللي هي حلقة البنزين طيب زي مثلا معنا فين زي هاتيروفين اللي هي التيروزين والتريبتوفين يزالسain تم تصل المسكين عند رأساً نحن طفلاق السحار وجمعناها في حرف الأل الثانية سالفرusz كمعنات Sic يعني ايه اروماتيك معناه في حلقة بنزين اللي هي اروماتية بيبقى شكلها سداسي كلمة هاتيرو فين هاتيرو فين تيروزين وتريبتوفان اما فين فين الويف نائل ألانين ثالث حاجة بقى معناه في الكيميكال كلاسيفكيشن اللي هي هاتيروسايكلك امينو أسد يعني ايه يا دكتورة هاتيروسايكلك بصوا هاتيروسايكلك دي معاناها شكل خميسي زي اللي أنا جايبها ل쳐لكو دا كده معنى ما فيها 5 أضلاع والذق ليو تكون بشكل خمياشى اللى هي احلقة الهيتيروسيكل رنج يعطي ا انتعلم الهيتيروسيكل LIG المثيل الشadedار ها scholى الهيتيروسيكل انا حاولت اسك plötzlichه مامي Pequarters مني ما تحفظوها. طب هاى وهي هنجيب منها هستيد loses. ضعي bah cereal. لهذا هاى هسيدين. طب طرواي. قلنا منها تربتوفين. يعني هاى ترواي هاي جاي منها بينما ترواي investigación بتريبتوفين. معانا بس لانك لا اعرفت بحسيا بس لهم لليه البرولن والهدروكسي بيرولين. دول السهال. انت عليكم قلعقى لكم بس تحفظو انك اسماء لانه دلات اللي هيجلكوا في انسكيو. فمع التكرار ان شاء الله هيتحفزو. Cristob回 معناها في كلمة هاي تراي هاي قلنا تريبتوفان بينما هاي ليه هستيدين بينما التراي ليه تريبتوفان وضاودنا على حاجتين اللي هي البرولين والهيدروكسيبرولين وبكده نبخلصنا الكيميكال كلاسفيكيشا معانا اللي على اساس التفاعلات الكيميائية او على اساس مثلا مركبات عضوية فيها هي اللي بتميزها وقسمناهم لتلات حاجات قلنا اليفاتك او اروماتك او هتيروسايكلك او قلنا اليفاتك ما فيش فيها حلقة بينما الاروماتك فيها البنزين رينج والحيطة دي مهمة جدا انا متأكدة انها هيجي فيها اسأل ان شاء الله وقلنا طبعا تسكيمة فيها اللي هي هطيرو فين هطيرو اللي هي تيروزين وتريبتوفان بينما فين اللي هي فينايل الانيم وقلنا الهتيروسايكلك دي جمعاناها في كلمة هاي تراي واللي كان بيميز الهتيروسايكلك اللي هي الهتيروسايكلك رينج اللي هي الحلقة الخماسية هاي قلنا منها هستيدين بينما تراي قلنا تريبتوفان وبرولين وهيدروكسيبرولين قبل ما ننهي الـ chemical classification عايزة اقول لكو حاجة يعني ان شاء الله اضفوها وخلاص يعني ما تضرروش يعني ممكن اقسمها تاني اللي هي نعمل اقسمي الـ تمام? على حسب الـ reaction اللي هو عليه فسب التفاعلات الكيميائية. طب انتو عارفين طيب اي حاجة ده عشان sixth تتفاعل لازم ايه لازمن يكون فيها هي الحاجة بتميزه كحمض او ممكن تتفاعل كاقعدة او ممكن تتفاعل كمعة عادلة طب دولت على اساس ايه؟ على اساس مش عكو اتاقلة لو ان في الأمانا اصد تحتوي على مجموعة الكربوكسيلي نكو والمجموعة الامان وهو اله يللت علي اساسه من Our حال UK طب ازاي يا دكتوريت participating و Qi different sagen لا ليس بالمتعادل و في امانا اصد ممكن تحتوي على مجموعة امان و مجموعة كربوكسيلي نفيه طبعا انت عرفين مجموعة كربوكسيلي ERC دي مجموعة مع مجموعة الحمضية اننا تعرفين مجموعة كربوكسيلي الكربوكسيلي واقفية طبعا الحمض هي بتفاعل مع القعدة. عشان يقول لنا ما عرفش المراكب ايه كنا وضينا في تلسل وما علينا. المهمة يعني لما تتفاعل عن طريق هي كده بمعناها بتتفاعل كحمض. اما لو بتتفاعل عن طريق كده هي بتتفاعل كقعدة. وهنعرف دلوقتي اللي هو التأسيمة بقى على اساس الحاجات اللي انا بقولها لكم دي. طيب لو عملنا ممكن نأسيمها الى اه بيزيك او فيه اصيدك ثانية واحدة. او اصيدك او او نقول عليها يعني اه متعدل لها نوتريشن. تمام? طب اه انت طبعا انت عارفين ان كل عاد فيهم اه لها امثلها. فانا حاوب بس اخليكم النيتريشن ده في الاخر علشان ما تطلبطوش. يعني انا عملكوا تسكيمة للأسيدك وللبيزيك بس النيتريشن ده اللي هو عبارة عن الباقي. يعني مثلا اجل لكم في الامسي كيو كده. الاسيدك تبقى احنا احنا كايك احفظينها. ولو قال لك البيزيك برضو احنا كايك احفظينها. طب الانتريشن. لا اخدوها بقى بالاستبعيد. لو اقوله لا ده اصيدك زابيزيك. يبقى لا يبقى هي المتبقية ده هي عبارة عن النيتريشن اللي هي المتعدة. نتكلم عن اول واحدة فيهم اللي هي الاسيدك انها عبارة عن بتتفاعل عن طريق معناها ان فيها عدد السي او اتش اكبر من عدد النيتش تو لان الان دي هي مسؤولة عن القعه ده. تمام? عن عن يعني تفاعلات كقعه ده. طب هنا قال لك الاسيدك بتحتوي على ايه? بتحتوي على واحدة من الامانو جروب اللي هي NH2 واثنين كربوكسيلي جروب اللي هي COOH احنا قلنا COH دي ما سقولها عن الحمض فكده هي فيها اتنين COH وواحدة NH2 فكده لو خدنا بها كمجمل هي هنا بتتفاعل حمضة اكتر من انها تتفاعل قاعدة عشان كده قلنا عليها أسيدك أسيدك دي معناها حميدك اللي هي حميدية طب مساء معانا فين؟ انا جمعتها لكم في كلمة إسلكو إسلكو اللي هو أذبرتك اللي هو أس الأولانية بينما الكو اللي هي عبارة عن جلوتاميك أسيد يعني الأسيدك الأسيدك أمينو أسيد دي بتحتوي على مجموعتين كربوكسيليك ومجموعة واحدة بس أمينو وقلنا أمثلة معانا اللي هي الأسبرتك والجلوتاميك أسيد نيجي بقى في البيزيك على عكس الأسيدك بالضبط الأسيدك قلنا بيمازلناها فيها اتنين كربوكسيليك وواحدة أمينو يبقى البيزيك لا البيزيك بيبقى العكس 30 أمانو مور زا 1 أمانو جروب مثلا 2 건 كربوكسيل الجروب فمعناها إن عدد الأمانو جروب أكبر من عدد الكربوكسيل الجروب هيبا هي هناك بتتفاعل كاقعدة أكتر من إنها بتتفاعل قحمد طيب أمثلة للأمانو أسيد دي اللي هي زي جمعتيها في كلمة لايار دي مثلا الإسم بين أنا عرف أن أنا اسمها لمار ولا مش عارف اسمه إيه بس دي مهم إيه عن لايار طيب لايار ديت نجيب منها إيه لايار اللي هي اليسين وليار اللي هي أرجينين الألف ريه اللي في الآخر يعني البيزيك قلنا أمثلة معنا اللي هي اللايزين والأرجينين نقول تاني قلنا عندنا في حاجة اسمها أسيديك وحاجة اسمها بيزيك وحاجة اسمها نيدرشان أمينو أسيد أسيديك يعني بتحتوي على مجموعتين كربوكسيليك اللي هي سيو ايتش اللي هي مسؤولة عن استفات الحمدية ومجموعة واحدة بس من الني ايتشي تو اللي هي قاعدة يعني مثال معنا جمعنا في كلمة إس لكو اس الأولانية أزبارتيك أسيد معنا ما كو ليه جلوتاميك أسيد تاني حاجة معنا قلناها اللي هي البيزيك معناها بتتفعل كقعدة معناها الصفات القاعدية طغية شوية عن استفات الحمدية بتحتوي على مجموعتين أمينو اللي هي مجموعتين الني ايتشي تو ومجموعة واحدة بس كربوكسيليك اللي هي سي او ايتش فكده الصفات القاعدية طغية عن استفات الحمدية تاني مثال معنا قلناها في كلمة ليور اللي هي اللايزين وأرجينين طيب ثلاثة حاجة معانا بقى ايه اللي هي نوتريشن اللي هي كاب تتفعل حاجة متعدلة المعنى كانت تحتوي على عدد عدد الامينو جروب نفس عدد نفس عدد الكربوكسيل في جروب هابلك هافنج اكوال اكوال دي معانا متساوي نمبر اف امينو اند كربوكسيل الجروب كربوكسيل اللي هي اونة سي او اتش اظن انتكون حفزتوها والامينو اللي هي اني اتش او يبقى هما كده الاثنين الاثنين زي بعض معينا طيب مثال علينا اللي هو الالانين والسيرين والفالين احنا قلنا البيعي عشو ما نطلق باش يحفظوا حاجتين ويبقى الثلاثة اخدوها بالاستبعاد يعني لما بقى كده الموضوع كده من الاول كنا نتكلم في ايه كنا نتكلم اه او قسمنا الامينو اسد على حسب الرياكشن او على حسب اتفاعلات الكيميائية قلنا من الاسما لي تلات حاجات اسيديك او بيزيك او نتريشان اسيديك معناها انها تغي عليها الصفات الحمضية معناها انها فاهم مجموعتين كربوكسيلك ومجموعة واحدة بس امينو وان مثال معنا اسلاك welche هو اصبارتك اسد وجلوتامك اسد تاني حاجة قلناها البيزيك امينو اسد ليها بتحتوي على مجموعتين امينو اكتر من مجموعة واحدة بس كربوكسيلك فكذة الصفات القعدية تقضي علي الصفات الحمدية زي جبء في كلمة اليار اللي لهيه اللايسين والارجينين اللايسين والارجينين نسينا قولنا الهيستيدين بصوا معليش Boudaфenta معاكم يعني احفظوا اللايسين والارجينين من التسكمة دي اللي هي اليار معاها الهيستيدين طيب نان بولر او في نترية اللي هي مش متعادل اللي هي اقضي متعادل زي ايه معناها بتحتوي على ubscribe number of amino acid into carboakt ih respir house معناها نفس العدد من الcarb� Platoparaturic group ونفس العدد من الامينو جروب مثال معنا بقى قلنا انها البيئي عشان ما نطلقها بطش وكده نبخلصنا الكيميكال كلاسيفيكيشن يعتبر اصلا اطول واحدة فيهم البقيين سهلين جدا ان شاء الله مش ياخدوا منها وقت نهائي بس بسرعة بس كده عشان نلمي تاني الموضوع والتكرار طبعا اكيد بيحفظكم الكيميكال اسمناها لتها حاجات ألفاتيك وأروماتيك وهي تيرو سايكليك قلنا الألفاتيك عبارة عن سلسلة معناها ما فيهاش حلقات أما الأروماتيك فيها بنزين رينج اللي هي حلقة البنزين اللي هي شكلها السوداسي ثالث حاجة اللي هي تيرو سايكليك معناها انها فيها حلقة شكلها خميسي وقلنا الألفاتيك بنقسمها الى اربع حاجات قلنا في الهايدروكسي وقلنا فيها السالفر وقلنا فيها الهايدروكسي وقلنا السالفر وقلنا البرينشيد اللي عبارة عن عاملة شبه التفرعات عاملة شبه افرع الشجرة كده. وقلنا اللي هو بتحتوي على الامايد جروب اللي عبارة عن ان اتشي تو سي او. وقلنا امثلة البرانش ديها تقلنا حرف الال اللي هي الفالين والليوسين والايزوليوسين. وقلنا الهيدروكسي بتحتوي على ال او اتش مجموعة الهيدروكسي زي قلنا كلمة سين اللي هي السيرين وسيريونين. والسالفر اللي هي اس مجموعة الاس زي السستين والميسونين. بينما الاماين اللي هي تحتوي على الامايد جروب اللي هي نيشتو سي او زي الاسبرجين والجلوتامين. ثاني حاجة قلناها ان الاروماتيك وان فيها بنزين رينج دي مهمة جدا ان شاء الله يجب اسؤال. وقلنا مثال معنا اللي هتطيروا فين? هتطيروا ليه طيروزين وتريبتوفان. بينما فين اللي هي انفولاين الانين. وقلنا الهتيروسايكليك اللي بتحتوع الهتيروسايكليك رينج اللي هي الحلقة الخماسية زي هايتراي هاي اللي هي هستيدين وتراي تريبتوفان وزودنا على حاجتين بس البرولين والهيدروكسيبرولين. دولة نفس يعني هاته هيدروكسيبرولين من البرولين. بس المهم بس تحفظوا اللي هي الهستيدين والتريبتوفان والبرولين. وقلنا ممكن نقسمها تاني على حسب الـ chemical reaction classification اللي هي لما تيجبها تدخل جوا التفاعلات الكيميائية نفسها. ممكن نقسمها لثلاث حاجات. قلنا اصيدك او ممكن بيزك او ممكن نيتريشن. وقلنا الاسيدك جمعناها في كلمة اللي هي الاسبارتك اسد وجولوتاميك اسد. تاني حاجة قلنا البيزك جمعناها في كلمة اللي هي اللايسين والارجينين والهستيدين زودناها معنا. وانتريشن قلنا هناخدها بالاستبعاد اللي هي الباقي منهم. طيب الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم والأسيدك بتحتوي على مجمواتين كربوكسيليك ومجموعة البيزك بتحتوي على مجمواتين مجموعة واحدة بس سي او اتش. وبينما بتحتوي على اقوال نمبر. معناها نفس العدد من المجمواتين. كده خلصنا الكيميكال. تاني بقى تأسيمنا معنا على حسب ان يتريشن اللي هو على حسب التغذية. يعني يا دكتوري على حسب التغذية ديت. يعني احنا عارفين طبعا في حاجات لازمة احنا بنأكلها وفي حاجات مش ضرورة قوي اللي احنا نأكلها. طيب احنا بنأسيمة لحاجة اسنشال. امينو اسيد. اسنشال دي معناها ضروري. بينما سيمي اسنشال دي نص ونص. بينما اسنشال دي مش ضرورية. بصوا هديكم مثال. انتو دلوقتي سمعت محاضرة في الكلية وانتو خرجين. فواحد مسلا نخارج مع زميل وبيقول له ايه لا انا ضروري اسمع المحاضرة دي النهاردة. فمعناها ايه? معناها ان انا ما فهمتش كويس من الدكتورة او مسلا معدل استيعابي منها ما كانش عالي. فالانا هاتر اللي انا لما روح اسمعها تاني. علشان اللي انا اضرفها من محاضرة وانتو ذاكرة. واحد تاني بيقول مثلا ايه? انا فهمته نص ونص. اه. مثلا ممكن اسمعها او ممكن لا. يعني عنده يعني ممكن او ممكن عنده الاوبشن ده. واحد بقى تالت بيقول لا انا سمعتها. اللي هو خلاص. المعلومات بقت عندي وكل حاجة هزا روح اذكرها على طول اللي هو مش هحتاج اللي انا اسمع لها مزارتين. نفس الحوار هنقسمة على حسب النتجر اللي هو التخذية. اسنشال امانا اسد يعني اسنشال امانا اسد معناها ضروري. معناها الحاجة دي مش متوفرة عندي في جسمي فهتطر اللي انا اخدها من برا. بصو كانت معناها لو ما اقدرش اصنعها جوه جسمي فانا لازم ان اخدها اه انضايت تيكن انضايت معناها اللي انا لازم ان اخدها من برا. معناها جسمي ما بيقدرش يصنعها بس انا لازم اخدها من برا. زي المحاضرة كده. يعني انا معرفتش هفهمها فهاخدها اسمع لها مصدر تاني من برا. طيب الامثلة معنا ايه? اه جمعتها لكم في خمسة ال واتنين تي وام. اه طبعا ما كنتش عملتكم التسكمات دي انا عارفة الدينة كتهضيع بس هي الا حد ما بتسهل الدينة شوية عليكم. طيب خمسة ال واتنين تي وام ده زي ايه? بصوا خمسة ال زي الفالين والليوزين والايزوليوزين ده احنا كنا ايسا واخدينها فين افتكرو? برافو كنا واخدينها في البرينشيد اتشين امانو 1991d يتعملها شابه التفاركت الشجرة. طيب اضلنا كده كمان اللين. اللين ديت اللايسين والفنيل الانيم. اللي اوى ال والليسين اللاي. تمام. يعني ف reiterate معنا خمسة الل اللي ايه الفيلين والليوزين والايزوليوزين والليسين والفنيل الانيم. طب الاتنين تي زي السيريونين والتريبتوفان 2T زي السيريونين والتريبتوفان طب الام زي ايه زي الميسونين يبقى نقول تاني اول واحدة من النيشيشن كلاسيفيكيشن قسمناها الى السينشيل يعني ايه السينشيل معناها انا ضروري اخدها من بره معناها جسمي مش قادر يصنعها لازم اخدها في الضيط اللي انا بكله طب زي ايه زي 5L و 2T ومعنا ام 5L زي الفالين والليوصين والايزوليوزين والليسين والفناء الانالين 2T زي السيريونين تاني حاجة معانا سي بجانيا وانا او قصد معاناها انا نص ونص يعني ايه يعني وانا طفل صغير لازم انا كولها عشان اقدر ايه جسمي طبعا ما تعرفين انتوا صغيرين في حاجات ضروري لازم ان تكلاوها في كمياة كبيرة يلازم ان تكلاوها في حاجات كترية لازم ان تكلاوها Brux انا كتفل صغير とう уг enfinين عايز ا اكل الحاجة فها كالسيوم عايزها اكل كمية جويرة من اللبن والجبنة بس لما اكبر عادي ممكن ما اكلهاش لان كيه الجسم يبنى تمام هي نفس الحور هنا معناها 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 وانا طفل صغير بابا محتاجها لكن ممكن ما تكونش عادي موجودة في الأدلت يعني ممكن عادي ما اكلهاش في الأدلت مش ضرر عنه زي ايه زي الهستيدين والأرجينين ديت مهمة جدا وحطت عليها 3 خطو زي الهستيدين والأرجينين ده تحفظها قوي لان الحاجات اللي بتبقى مميزة دي بيجع لها اسئلة كتير يعني بينما رقم تاتة بقى non essential amino acid يعني ايه من non essential معناها انا كده جسم يمكونها فانا مش مضطرة الا انا اكلها من برا زي ايه زي معنا الجليسين والألانين والسيرين والسستين والسستين دي في فرق ما بينهم السستين دي عبارة عن اتنين من السستين والأسبرتك والتيروزين والجولوتاميك والبرولين والهيدروكسيبرولين ما تحفظهش زي ما نقطوك عشو ما تتلغبطوش يعني احفظه بس ومنها هاتو نلم كده بسرعة كلمنا عن ايه؟ كلمنا عن اللي هو على حسب التغذية اسمناها لتها تحديد ديت معناها انا لازم اخدها من برا جسم ما بيقدرش يصنعها زي خمسة الهاتنين تي م خمسة الهيوزين والفلين والايزوليوزين واللايسين والفانيل واللانين الثنين تي زي الترمتوفان والسيريونين ام زي الميسونين قلنا انها لازم ان ناكلها لازم ان الاطفال تاكلها بس لما نكبر عادي في الامشن اللي احنا مناكلها زي وهي الهيستيتين وزي الأرجينين وقلنا دوت مهمين اللي احنا نحفظه نحنا السفنشيال باقي زي ايه؟ معناها هي بتتصنع في جسمنا فانا مش مقدارة لانا ناخدها من برا. امثلة معنا قلنا الباقي عشوان ما نطلعه بطري. وبكده انت بخلصنا يعني اعتبر تلاتة اربعة محاضرتنا اللي باقي شوية صغيرة جدا مش هياخدوا حاجة. يعني عايزين انت قوم تاخد الوقتي بريك شربوك ويعمل لكم باقي شاية عملوه اي حاجة بعدين تعالوا. طبعا انتم عارفين اللي احنا اي بعد ما نذاكر اي خمس دقايق ناخد على طول بريك. ما بنكملش اصلا خمس دقايق. احنا ايا فقرة او مسلا سطر واحد وبنقوم ناخد بريك يعني. ما علينا. نرجع تاني بقى لما حضرتنا. بصوا يا فيما كله عجبتني قوي. حاب اقولها لكم. معناها ايه? معناها اللي احنا بنحتاج على الاقل صديق واحد بس. هو بيفهم اه الحاجة اللي احنا ما بنقولهاش. يعني ايه بفهمنا من جوانا. مش لازم ان انا اقول له انا محتاجاك عشان يجيلي. لا هو يبقى حاسس وعارف انا بمر في ايه فهو منه نفسه كده يجيلي. لو يبقى فهمني يعني من غير ما نقول. في اية كرآنية برضو عن الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. اذا اخرجه الذين قفروا ثانية سنين ازهما في الغار از يكون لصاحبي اللي تحزن ان الله معناه. صدق الله العظيم. طبعا فيش جمال يتقال بعد كده. انتوا عارفين طبعا كسل سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر. لما كانوا في الغار. لما كان الكافرين خلاص هيحصروهم. وكان سيدنا ابو بكر خايف ومرعوب. سيدنا محمد بقي من سبحان الله من شدة ايمانه بربنا. ويعني تخيله الكافرين كواقفين براه هيموتوه لو خدوه. مش هافتي من كان الكافرين ولا كوريش ما علينا. لما هياخدوه هيموتوه. فهو من كتر ايمانه بربنا بصبور وبيصبر كمان صاحبه لجنبه وبيقول له ما تحزنش ربنا معانا. وهو ان شاء الله مش هيدايعنا. نفس الحوار برضو انت قسوها كده عليكو. اللي هو لما تكونوا مثلا في الدراسة وعندوكم تحان والدنيا تايها وهتقولوا خلاص انا هاسقط مش هافتي لأ. سكو في ربنا وعملوا على قد ما تقدروا وربنا هيجازجوا خير بامر الله. نكمل بقى محاضرتنا بصوا اللي بقي حبة صغيرة خالص يعني ان شاء الله ما ياخدوش من لنا خمس دقيق. احنا قسمنا الاول على اساس الكيميكال. اللي هي تفعات كيميائية. تاني حاجة قسمناها نيتروشن اللي هو التغذية. تالت حاجة هنا اسمى بقى اللي هي المتابوليك يعني ايه يعني مصير ايه ما يتقسر منه هيتطالع لنا магينة? قسمناها لالتلات حاجات. جلاء جينيك امانيو اسد وكيتوجينيك امانيو اسد ومرك هندي كيتوجينيك. يعني يبقى الكلام ده? بصوا جلايكوجينيك يعني بيقصر وبيدينا كلوكوز جولايكو وهي من اسمها جولايكو جولوكوز هي من اسمها شو ما تتلغبطش يعني معناها ان لما انقصر لأمان أسد ده هو بيدينا كلوكوز في جسمنا تب زي ايه بصوا جولوكوز اتنين جي زائد اتنين ايه الج ده زي الجليسين والجولوتاميك بينما اتنين ايه زي الأزبارتك والألانين يبقى نقول تاني اول واحدة معاننا اللي هو جولايكو جينيك أمان أسد عندما انقصروا في جسمنا سيدينا جولوكوز적인 ايه يونا زي 2G و زي 2A على الجهليصين و الجولوتاميك بينما ايه زي الالانين والاسبرت ثاني حاجة معنا عندما يقصر في جسمنا يدينا كيتوجينك يعني ايه كيتوجينك يعني بيدنا الكيتون بادي كيتون بادي دي حاجة اجسام كده في جسمنا مش عايزية اتعمقلكفها اوى عشان ما تتلغبطوش بس يحفظوها زي ماي كيتوجينك من اسمها بيدينا كيتون بادي مثل الليوسين والحطة تحتها ثلاث خطوط مهمة جدا الكيتوجينك مثل الليوسين معناها انه يمكن يدي جلوكوز او كيتوم بادي يعني يدي الاثنين وبيدي او كيتوم بادي كيف ادي الويسين وهي التريبتوفان والتيروزين والفناء типа كي tiver hey hey, we put it taken care of its ايه واحدة بس ايه لايوسين A guarantee, tienen Click-A three ultimate معناها ان هو بيدي ال天ين وسيبقى ايه بها حاجة كبيرة فقلنا الايزوليوزين اللي هو الكيرلية فيها عدد حروف اكبر كده خلصنا ثالث حاجة معنا اللي هي الميتابوليك وقلنا ثلاث حاجات القلنا جلاكوجينيك وكيتوجينيك وجلاكوجينيك انتكيتوجينيك 제�لاكوجينيك بتدي خلوكوز زي 2G و2A الجلايسين والجلوتامك A زي الألاني والأسبرتك بينما كيتوجينيك بتدي كيتومبضي زي الليوزين وركزوا عليها تدي كيتوجينيك آخر حاجة بقى فهم حضرتنا إن شاء الله يا أنا مكونش طولت عليكو عندنا حاجة بتقولي الأمان اكسب فاوند ام بيروتين معناها احمد امانية مش موجودة في البروتين يعني إية دكتور احنا مش قولنا اصلاً البروتين ده بتكون من احماد امانية يعني هو في احمد امانية مش بتدخل فتصنيع البروتين. ههقولك أوه انا مش هيستئيل لكم في الاول إن عندنا تتمية حمد امين موجودين في الطبيعة كم منها بس بيدخل فتصنيع براوتين في جسم الإنسان عشرين معانا شو بقى كم يعني حوالي 280 ما بيدخلوش في تصنيع بورتين في جسم الانساء فهنا بقى هناخد منها ايه بعد الانثلة يا مش هناخدهم كلهم اكيد طبعا هناخد بس بعد الامثلة منهم اول مثال معانا الاورنيسين الاورنيسين ايه الاورنيسين ده هو عبارة عن انترميديات معاناها وسيط انترميديات دي معاناها وسيط انيوريا سايكل ايوريا سايكل دي اللي لساء لها لكم من شوية عندنا البورتينيات لما تيجي تتكثر في جسمنا بتدينا حاجة اسمها امونيا الامونيا ده جسمنا بيدخلها حاجة اسمها ايوريا سايكل وبيتحولها لليوريا علشان اليوريا دي بتخرج في اليوريم فالجسم يتخلص من المادة التوكسكديلية الامين تماما اتيس فورومة فوروم الارجينين يعني الالورنيسين ده هو بيتكون من ايه بيتكون من الارجينين وحفظوا لحاجات لاني بيجب هى اسئلة اول حاجة قلناها فى الامان واسدلية موجودة فى البروتين قلنا القولنا ال Learnsin وهى عبارة عن انتميدية وسيط فى اليريويساكل وهى بتتكاوم من ايه بتتكاوم من الارجينين تانى معنا مثال اللى هى الستروليم القولنا الستروليم ده عبارة عن نترميدية وسيط فى اليريويساكل يعنى هو زى اللى فوقه بالظبط تمام ويتتكاوم من ايه بيتكاوم من حاجة اسمها Learnsin كيف تحفهم جيد لذلك أو يصنع الـ الليترولين اليابكل يقوم اول اثنين carrying L نتimi وع�lever ثم يقين Ezra الاثنين,หนلتي يقين比 1되ة تبقى ALZ ثلاثة شيخية أيتم الـ تحل أثنين بتتتكون من السيرين اللي هو الحمض الامني ده. جاعدت اصلا زي مشتاقات من البروتينات بتاعيتنا. مشتاقات ازيم من الامان واصل بتاعة. بلهم سيرين ده هو وظيفته ايه? هو واصيد برضو في الميسونين متابوليزم attached by the poetietin they chose which is fixed by aminin дев. يعني ده intermedia تواصيد بيدخل في تاكسير متابوليزم دي معناه تاسير. متابوليزم الامانفي التاسيت معناه في تكسير الحمض الامين اللي هزايه ده اللي هو السيرين. جس فرم سيرين قلنا من اسمها جبنا منها اللي هو جاي منه اللي هو المشترك منه اللي هو عبارة عن السليم رابع حاجة معانا الجوابة والدوبة اسمها قم جميلة جوابة دي اختصار ليه؟ جوابة دي اختصار ليه الجامع أمينو بتيوتريك أسد يعني مش مهمة وتحفظوا الاختصارات دي بس تحفظها كقابة وكدوبة الجوابة دي برضو أو وظيفتها ايه؟ عبارة عن انهيبترو نيورو ترانزميتر نيورو معاناها حاجة تبعي النيرف بالله هو أو éhhh إن ه traumatية الرسميت pumbersله يعني أنهو معAN empiezaه بيصبت هو بيصبت integrity يعني مثلا هقوله كان العدلة هالطبعان انت عارفين انه ما طول انها عم الطول بيجي لها فأنا مثلا مش عايزه يحصى جسمي بيتحكم في الحوارات دي يعني الجسم مش عايز العدلة ذيت خليقية في الوقت ده فيقوم يعمله اه ايه يقوم يصبت疗 nihilina من الخلية دي فيقوم يعمل اه تسبيت بتاع الانقباط بتاع العادة فهنا الجوابة هو عبارة عن ايه هو بيصبت بقى الانتقال النيرفي ده عشان يحصل انقبو رابع حاجة معنا او الخامس اللي هو الدوبة اختصار ليه دي هيدروكسي دي هيدروكسي في نايل ألانيم ده بيتكاوم من ايه بيتكاوم من التيروزيم يعني ده هو مشتق من التيروزيم ده برسيدور او بريكوشور معالينا فور بايو سينسيز اوف افنيدرن ادن يورو سريع المقادعة ان الدوبة دلوقتي هو بيكاوم من ايه بيكاوم من التيروزيم وان هو مصدر لتصنيع الافنيدرن والنور افنيدرن يعني ايه افنيدرن يعني الادرينالين والنور ادرينالين طبعا تعرفين يعني ايه ادرينالين والنور ادرينالين دولات المسئولين مثلا في حالة الخوف هما دولات اللي بتفرضوا في جسمنا ومسئولين على الحياة العرق ونبضات القلب بتزيد والحاجات دي كلها بس دولات اسماء تانية يعني منهم يعني اللي في النيدرين ده عبارة عن الأدرينالين والنر في النيدرين عبارة عن النور ما نعرفين يعني إيه كو؟ ما معناها مساعد إنزيم يعناها إنزيم عادي اه يعني المساعد انزيم ايه والبنتوسينيك اسد. البنتوسينيك اسد دي عبارة عن اه فورم من فيتامين بي. معناها هي صورة من فيتامين بي. اه عند تبقى تزقل فورم ديورينج دي جناليشن بريميدين نوكلوتايز. يعني ايه بريميدين احنا سألين ورا بيورين وبيريميدين ده عبارة عن حلقات يعني او النخليدات مهمة في تصنيع الدين اي. دي جناليشن معناها تكسير. فده يعني هو بينتج البيتالين ده. هو بينتج لما نيجن يقصر حلقات البيريميدين دي. يعني البيتالانين قلنا انها اكور انكو انزيم ايه. وقلنا البنتوسينيك اسد اللي هو افورم من فيتامين بي. وقلنا دي جناليشن بريميدين نوكلوتايز. اخر امانا اسد بقى هو السيلينوسيستين. السيلينوسيستين ده من اسمها سيلينوسيستين هو بيحتوي على السيلينيوم. السيلينيوم ده عنصر. تراك المنت معناها عنصر معناها بيوجد بكمية ضائلة جدا في جسمنا. اللي هو ايه? حاجة كده مميزة ما بتلقاش موجودة كثير في جسمنا. اللي هو اسمه سيلينيوم. تمام? اتكون سيد رئاس ده اه 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 امانو اسد. اه اه سينسي اتس كودت باي استوب كودون يوجي ايه. يعني اه الكلام ده انتوا عارفين ان احنا قلنا في جسم الانسان بيدخل عشرون حمضة امينة في تصنيع البروتين. دلوقتي اه يعني وزارة صحة ولا معرفش يعني المسؤولين في الحاجات دي زودوا لهم كمان اتنين. واحد منهم اللي هو السيلينوسيستين. ده رقم واحد وعشرين. وده لسه مكتشف جديد يعني. تمام? وانا طب احنا لما لما نيجي نصنع الاماني اسد ده في جسمنا. فاكرين برضو في تالت سنة وكنا اخدنا حاجات اسمها كودون كودون الوقف وكودون البد. اه والحاجات دي كلها عشان نصنع مسلا البروتين. هو هنا برضو ده كودت باي استوب كودون اللي هو كودون الوقف اللي هو اسمه يوجي ايه. ده برضو ممكن برضو جينا سؤال. ممكن يقول لنا ان اه اه كودت باي استوب كودون يوجي ايه. معناها ايه هو الحمض الاماني اللي هو ممكن نعمله كودة باي. اه كودون الوقفي ده اللي هو اسمه يوجي ايه. اه من دم الاخترات يعني اكيد هيبقى موجودة سلينوسستين فهو ده ان شاء الله الاجهة بتاعت. بعد كده اخر حاجة. يعني لما نقصت ده بيدخل فانهي بروتينات زي زي الجلوتاسيون بيروكسيديز انزيم. طيب انا مش يسألكم البروتينات ديت اه مهم يعني هي عبارة اصلا الانزيمات عبارة عن بروتينات. فهنا الانزيم او البروتينات اللي هو بيحتوى على السلينوسستين اسمه بيروكسيديز انزيم. وكده يعني بخلصنا الاماني او اسد اللي هي نوت فاون دي ام بروتيان. وقلنا معنا ستة امثلة. قلنا الورنيسين وقلنا السترولين. وقلنا الاتنين دوات مهمين بدخلوا او موسيط في اه يوريا ساكل. وقلنا الان القرنسين ده بيتكاوم الارجينين. بينما السلين بيتكاوم اللي فوقها اللي هي القرنسين. وقالنا الهوموسيرين ده عبارة عن وسيط فيه المسيونين ميتابوليزم. اما انا قصد برضو اخوه كده. معناه بتكاوم السيرين وده جبناه برضو من اسمنا. من اسمه. وقالنا من الغابة او الدوبة. الغابة دي قلنا عبارة عن بينما الغابة اه هو بتكاوم من التيروزين وده مهم جدا في تصنيع الادرينالين والنور ادرينالين. وقالنا خمس واحد معنا اللي هو البيتا الانين. وده اه موجود فيه. موجود في انزيم ايه والبنتوسينيك اس اللي هو فيتامين بي. وقالنا دي جناليشان او بريميدين نيوكلوديد. معناها تكسير الحلقات البيريميدين دي. وقالنا اخر واحد اللي هو السيلينوسستين. وده عبارة عن اه اما انا قصد لسه مكتشفينه جديد رقم واحد وعشرين. وقالنا نجل عمله معناها بنطبعه يعني او بنعمل له كود باي آآ ستوب كودون يوجي ايه. وقالنا هو بيحتوي على عنصر السيلينيليوم. وقالنا ده اه ده مش مكتوب عندكم فاشتوبوا يعني. تمام? اخر حاجة بقى هنقول معنا عنوان اسمه زي وتريون. يعني ايه زي وتريون دي? اه ات ابرتيكولر بي اتش زي امانو اسد كارينو نتشارج اند ايه سكولز زي وتريون. يعني ايه الكلام ده بلنا انه عند بي اتش معينة. الامانو اسد ديت هي ما بتحملش شحنة. يعني ايه يعني ما في اه ما بتحملش شحنة بيبول اتنين متعادل اللي هو اه السالب اللي هو اه البروتون السالب بيبقى نفس عدد البروتون المجاب اللي هو نوت شارج. فلو جعناهم مع بعض بيبقى زيرو. تمام? اه والحالة دي بتسمى زي وتريون. تمام? زي وتريون داي بولر ايون هاز وان بوستف وان نيكاتف زي ما انا اقلالكو. بوستو انت عارفين هنا سي او اتش وهنا اني اتش تو. فهنا الاش هنا انتقلت بقت هنا. فكده ادت لها شحنة مجابة وهنا بقتين في هنا شحنة سالبة. فهو زي ما تقولك بقى بقى حاجة خملة يعني او حاجة يعني ممكن يتفعل قحمد وممكن يتفعل ققعدة لان فيه الاشارة بتاع الشارج المجاب والي الشارج السيل. تمام? اه تعاريفة عندنا احاجة اسمها فيه اه معناها مجموع ال identشارج دي معاناها معناها زيرو. ده بيسمى معناها اللي هو يعني يكون اه لما بيكون الامان واسد عنده lg de اسمها دي Stick dar. معناها النقطة دي اسمها ايزوالكتريك. تمام? وان نفس الحوار دي بيعده تاني ازا ايزوالكتريك بوينت البوست في اندل نجدب بيكونه اقوال. معناها نفس العدد اللي هو السالب نفس عدد الموجة. وبكده هنبقى خلصنا محضرتنا. ان شاء الله انا ما كنتش طاولت عليكم. عارفة اللي انا عدتك كزا مرة. بس والله ده كله بس عشان تحفظوه. لان طبعا اول مرة اسماعي الامانة اسد دي بها جديدة عليكم. اه بتوجه فيها صعوبة. فلازم انا کمع اتكرار يا عشان تعرف اFAقبوها. هقولكو كده كحاجة بسيطة احنا كلمنا عن ايه? كلمنا عن خدنا مقدمة عن الامانة اسد ايهية الامانة اسد وتركبها. ثاني حاجة كلمنا عليها الفنجشن وظيفتها وبتدخل في ايه? اهميتها وكده. ثلاثة حاجة قلنا عليها اللي هو صنفناها وعلى اساس ستلات حاجات صنفناها على اساس تابعات كيميائية اه وعلى اساس اللي هو التغذية. وهي على أساس chemical and nutrition والرقم الثلاثة اللي هي metabolic اللي هو على السلطة لما تتقصر هتديني وقالنا معنا كده فيه ثلاث مواضيع مختلفة اللي هي زيوتريون وقالنا لما بيكون السالب بيساوي الموجب وقالنا حاجة اسمها أماني أسد معناها أماني أسد مش موجودة في البروتين وحفظه قوي الحتة دي لاني بيجا فيها أسئلة كبيرة يعني بيلعبوا فيها قوي وثلاث حاجة قلناها وقلنا اللي احنا قسمنا برضو الأماني أسد دي على أساس الـ reaction اللي هو لا إما أسد لا إما بيسك لا إما نوتريشال قابلي بس ما نيني حابة بس نحلي لكما بعد كذا سؤال عشان بس يأكد لنا المحاضرة أول سؤال بيقول لنا which of the following is the unit of protein إيه هي وحدة الوحدة البنائية للبروتين طبعا ده أنا قلتها لكم كذا مرة أكيد حافظتوها يبقى الأماني أسد ثاني سؤال بينا إيه الأماني أسد الثالث سؤال إحنا قلنا في ألفاتك وقلنا في أروماتك والألفاتك اللي هي كانت عبارة عن سلاسل سلاسل دي فيها رينج؟ لا رابع سؤال قلنا جسمها ما بداش تصنعها فلازم ناخدها من بره يبقى كانت جبا دي صح هناخدها بالاستبعيد اليوزين إز إكزامل أوف إت قلنا أولين فيها 5 إل مصد بيت كنين ضايت أو لين جسم ما بيعفش يصنعها بس كان سيز إنزا بالبادي يعني إحنا ممكن نصنعها في جسمنا قلنا لأ لأننا لازم ناخدها من بره يبقى دي الإجابة بتاعتنا ويتش إفزا فالون جيف كيتون بادي إحنا قلنا اللي بيدي كيتون بادي إيه قلنا اليوزين طب الايزوليوزين فاكرا ما بطوكو لأ قلنا الايزوليوزين ده اللي بيطلع اتنين بيدي كيتون وبيدي جولوكول آخر سؤال بقى معانا الدوبة إز انهيباتر نيورو ترانزميتر احنا قلنا عندنا جوابة وقلنا عندنا دوبة لا الدوبة كان بيدخل في تصنيع الأدرنالين والنور أدرنالي بل إجابة معانا فلسطي بل انهيباتر نيورو ترانزميتر هو عبارة عن الجوابة وكده بخلصت محضرتنا يعني إن شاء الله كنت سهل وبسيطة ما دجوش فيها أي صعوبة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته